بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام أتمنى دايما يا رب أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب كل عام أنتم بخير أحبتي في الله أعادوا الله عليكم بالخير واليمنى والبركات طريقة لها معجزات ربانية عجيبة وغريبة كلها أسرار ربانية مكنونة بفضلها سيتحقق لك ما تحتاج إليه وتتمنى والذي نفسي بيدي إن لهذه الطريقة معجزات ربانية عجيبة سبحان الله العظيم على معجزة هذه الطريقة التي لا يعرفها أغلب المسلمين في هذه الحلقة سوف نخبركم بها سبحان الله ماذا بينك وبين الله حتى يصادفك مثل هذا المقطع تأكد أن الله يريد بك خيرا على ظهور هذا الفيديو لك أحبتي في الله إذا فعلت هذه الطريقة سوف ترى في عينيك معجزات ربانية عجيبة وغريبة جربها لن تخسر أي شيء بل وعلى العكس تماما سوف ترى في عينيك المعجزات التي سوف تحدث معك بعد أن تفعل هذه الطريقة سوف يتحقق الحلم الذي كنت تعتقد أنه مستحيل فيا سبحان الله العظيم على معجزة هذه الطريقة إني أسألكم بالله أن تعطروا التعليقات بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تضغطوا على زر الإعجاب أتعلمون لماذا لكي يصل هذا الفيديو لأكبر عدد من المسلمين وتعم الفائدة فلا تنسى الدال على الخير كفاعله واجزاكم الله خيرا وبرك الله فيكم جميعا دع رأسك فوق الوسادة وقرأ هذه الصورة العظيمة سبع مرات متتالية ونم بعدها مباشرة ونم بعدها مباشرة ولن تصدق ماذا سيحدث لك في الصباح إن شاء الله سترى الأرزاق تأتيك من كل مكان وتصب عليك صبا ويأتيك المال الوفير بطريقة عجيبة وسريعة كذلك ستتحقق كل أمنياتك وتصل لك أهبار سارة تغير مجرى حياتك إن شاء الله ستكون هذه الصورة العظيمة في هذه الأيام المباركة ستكون فاتحة خير عليك وتغير كل أحوالك وحياتك إن شاء الله أحبتي في الله سران اليوم في هذه الأيام المباركة من هذا الشعر الفضيل هي صورة عظيمة جدا تعتبر من سورة القرآن الكريم التي لها أثر وتجليات عظيمة جدا ورهيبة في فتح كل الأبواب المغلقة وفتح أبواب الرزق وتحقيق كل الأمنيات وجلب الأرزاق والأموال كالمغناطيس وثرها إنها تقرأ بهذه الطريقة وبهذا العدد في هذه الليالي المباركة وبإذن الرحمن سطرون المعجزات في الرزق والمال وقضاء الحوائج وتحقيق الأمنيات أما بالنسبة لهذه الفائدة كما قلت لكم هي فائدة مجربة وهي من المجربات الأكيدة التي كانت سببا في فتح مغالقة الأسباب والأبواب للعديد من الناس الذين طبقوها كوموا بها وسترون بعد ذلك أثرها ومعجزاتها الربانية في تغيير كل أحوالكم إن شاء الله هي من أسرار علم الكتاب المؤكدة ومن مجربات أولياء الله الصالحين ومن أسرار العارفين بالله طبقوها وسترون المعجزات في الرزق والمال وتحقيق كل الأمنيات ففي هذه الليلة المباركة قبل النوم دع رأسك فوق الوسادة وأنتم في فراش النوم قبل أن تناموا لا تنسوا أن تقرأوا سورة الفجر ثم بعدها أحبتي في الله تردد سورة الضحى أيضا سبع مرات متتالية وأنتم في فراش النوم فإن هذه السورة لها أسرار عظيمة جدا للرزق وأسرار لا تعد ولا تحصى للرزق وتحقيق الأمنيات وفتح كل الأبواب المغلقة وقضاء كل الحوائش وكذلك تيثير كل الأمور الصعبة خاصة في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الأشهر الفضيلة بعدها صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات بعدها رددوا اسم الله تعالى الفتاح بصيغة يا فتاح مائة مرة تقولون يا فتاح يا فتاح يا فتاح مائة مرة بنيت أن يفتح الله لكم كل الأبواب المغلقة وبنيت أن تروا الفتوحات العظيمة الربانية المتتالية واللا متنهية في أيامكم المقبلة إن شاء الله بعدها تقومون بالدعاء تدعون الله وأنتم في فراش النوم تدعون الله بتحقيق كل ما تريدون اطلبوا من الله ما تشاءون استغلوا أجر وفضل وبركة هذه الأشهر الفضيلة وهذه الأيام المباركة التي كلها خير وبركة ورزق سبحان الله تقبل فيها كل الأعمال الصالحة وتستجاب فيها كل الدعوات اضعوا الله من قلبكم الخالص تقولون اللهم إني أسألك بأسرار هذه الفائدة وبأسرار سورة الفجر وصورة الضحى والصلاة على النبي وبأسرار هذه الليلة المباركة أسألك يا الله أن ترزقني وتذكر كل ما تتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرزقك إياه اضعوا الله بما تشاء ولا تغجل في دعائك لأن الله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده به فإن ظن أنت بالله خيرا سبحانه وتعالى رأيت كل الخير ورأيت الفرج ورأيت الفتح في كل أمور حياتك إن شاء الله أطلب ما تشاء من الله وبإذن الرحمن ستطهرك هذه الفائدة من كل الموانع والعوارض والتعطيلات بإذن الله تعالى وينزل عليكم الأرزاق ويأتيكم أخبار سرة تفرحكم وتسعدكم وكذلك بإذن الرحمن تطرون رؤيا مبشرة تسعدكم إن شاء الله ستكون هذه الفائدة العظيمة فاتحة خير عليكم في هذه الأيال المباركة أتمنى أن تكونوا بهذه الفائدة في هذه الأيام شاهد بنفسك ما سيحدث لك سترى عجبا في تسير أمور حياتك وأحوالك إن شاء الله بفضل الله هذه الصورة أحبتي في الله فالله سبحانه وتعالى جعل في هذه الصورة سرا عظيما لتحقيق الطلبات وقضاء حاجة الناس أجمعين هذه الصورة العظيمة جاءت لتحقيق أهدافك وأمنياتك هي فائدة سريعة التسخير وبسيطة وسهلة جدا لا تعف فيها ولا مشقة وهي معجزة لجلب الأرزاق والأموال والغنى السريع وقضاء أي حاجة تريدها إن شاء الله بإذن الله ببركة وأسرار هذه الصورة المعجزة إن شاء الله ستحقق ما تريد بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك بقى لم نشرح لك صدرك أن تشرح صدري بالإسم الذي شرحت به قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا مؤمن يا مهيم يا الله بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي خاطبته بقولك ووضعنا عنك وذرك يا الله أسألك بكلامك القديم ونبيك الكريم من أنزلت عليه الذي أنقض ظهرك وأسألك يا الله يا ظاهر يا باطن لم يخفى عليك حالي يا من لا تدركه الأبصار يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار احفظني من أبصار الظالمين واكفني شر خلقك أجمعين يا الله أسألك بإسمك الذي رفعت به قدر عبدك وخلاصة خلقك وسيد رسلك فلا تذكر إلا ويذكر معك وأنزلت عليه مظهر عظيم نعمتك ورفعنا لك ذكرك يا رافع يا الذاكر اذكرني بذكر الذاكرين الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يا الله كني شر الظالمين واكفني شر الحاسدين بحرمة سيد خلق الله أجمعين سيدنا محمد خاتم النبيين الذي أنزلت عليه فإن مع العصر يسرى إن مع العصر يسرى اللهم افتح لنا خزائنا رحمتك اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة وارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا ولا تحوجنا ولا تفكرنا إلى أحد سواك وزدنا لك شكرا وإليك فقرا وبك عما سواك غنا وتعففا وفي الختام أسأل الله أن يوفق كل مرأة هذا الفيديو وأن يحقق له كل ما يتمنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنتم في خير